قصف إيراني مكثف وانفجارات تطال مدن كردية في إقليم كردستان العراق تحديداً محافظة السليمانية أصفر عن وقوع ضحايا بينهم أطفال وخلف دماراً كبيراً الاتحاد الوطني الكردستاني أدان بشدة القصف الإيراني وعده سابقة خطيرة تنتهك سيادة العراق وتهدد سلامة أراضيه أياً كانت ذريعة إيران الحرس الثوري الإيراني استخدم صواريخ متنوعة طالت مناطق محيطة بمدارس أطفال لا تضم مواقع عسكرية صواريخ الحرس الثوري طالت أيضاً وفق وسائل إعلام إيرانية مواقع تابعة لأحزاب كردستان إيران في منطقة ألتون كوبري القصف طال مقرات أحزاب كردستان إيران وأصفر عن مقتل وجرح عدد من عناصرها كما ألحق أضراراً جسيمة بمقراتها حسب مصادر كردية القصف الإيراني استهدف مقر أحزاب كردية إيرانية معارضة مسلحة بينها حزب كومالا وكادحي كردستان سقوط قتل وجرح بينهم نساء وأطفال من طلاب المدارس وإلحق أضرار كبيرة في عدد من المباني بمحيط مدينة السليمانية حسب مصادر طبية القصف الإيراني أجبر سكان المناطق المستهدفة على الهرب إلى مناطق آمنة محيطة فيما يتهم ناشطون الحرس الثوري الإيراني بشن حملة ضد الأكراد المعارضين له بالتزامن مع عمليات القمع وقتل المتظاهرين في مدن إيرانية منذ أيام بعد مقتل مهسى أميني اشتركوا في القناة